ليه بعد الزمالك الموسم الماضي أو نهاية الموسم الماضي غير زمالك بداية الموسم الحالي؟ يا كابتل كريم أنت مش عتظل طول الوقت بنفس المستوى المنحنة البيانة بتاعك بيجي عليه بعض الأوقات أنه ينزل تحت شوية وفي ظل ما هو تحت أنت برضو أدائك مش وحش صحيح فبالتالي لا ده وضع طبيعي وضع طبيعي لأي فريق أنك لما تقعد سنتين بطل وشغال وعمال بس في بعض الناس قالك أنه المشكلة في تغيير طريقة اللعب يعني تغيير طريقة اللعب اللي عملها جوسفالدو فريرا هي لعملت الخلل ده شوية في شكل نادي الزمالك أنا أتفق معاك جدا أنه الزمالك ما عندهش مشكلة كبيرة هو بس يا دوبك خسر سوبر وتقعد المباراة في الدور يعني عشان بس في بعض الناس بيتبالغ وتحسسك أنه الزمالك كده بيعاني يعني بس هل طريقة اللعب فعلا هي اللي مؤثرة شوية على الزمالك فنان؟ لا هو ممكن يكون اللعيبة الجديدة اللي دخلت لسه على الفريق لسه ما خدتش الانسجام الكامل أو لسه ما لقاتش نفسها بصفة كبيرة جدا مع بعض الغيابات الأساسية زي الوينش الوينش من اللعيبة اللي كانت مهمة جدا في خط ظهر النادي الزمالك فبالتالي لا أنا شايف أنه ما فيش حاجة كبيرة حصلت الزمالك كان محتاج مواجم تاني؟ كان محتاج يبقى على مروان من المواجمين اللي أنا بحبها جدا وكنت أتمنى استمراريته في نات الزمالك من اللعيبة المحترمة واللعيبة الهيلة جدا وعمل شغل حمل عمل معايا في سموها الدور التاني ولا أروع وأحرز أكتر من 16 هدف وكان تاني هدف الدوري ودلوقتي مع المصري ما شاء الله بيقدي مردود فن عالي هل هو اللي ما كانتش عايز يرجع الزمالك ولا أي عشان هو برضو في بعض ما سأل لك أن مروان حمدي مثلا كان بيقول لك أن عايز يرجع بقى ساسي لا هو هو العقب بص ما فيش لعب في الدنيا ما بيحبش يلع إنما فيه لعب بيجتهد وبيكافح ويجي المدير الفني يشوف كفاحه وتدريبه واجتهده والتزامه ومن خلال أداءه وتدريبه بيديله الفرصة وهو من خلال الفرصة بيشتغل على نفسه بيمسك فيها وبيشتغل محدش يقدر يخرجه من المرأة يعني حضرتك لو بيتكسبني كل مباراة مش هقدر خرجك من المرأة فبالتالي لا ما فيش حد بيشترط على نادي أنا متعايد معك عشان ألعب أساسي لا مضبوط أنا متعايد معك أبقى جزء من كيان هذا النادي وتحت أمر المدرب في أي وقت صحيح